واحد من أبناء النادي الأهلي المخلصين جدا جماهير النادي الأهلي بتعشقه عشان هو أهلاوي بجد معروف بخفة دمه وبالمقالب اللي ما بتخلصش معروف كمان بصوته الحلو ويمكن علشان كده اسمه مطرب الفرقة قررنا النهاردة نطلع بره الماتش والتمرين ونوريكو حياة لعيب الكورة بره الكلام ده عاملة ازاي منورني في حلقة خاصة جدا كابتن سعد سمير برحب بيك يا كابتن رمضان كريم كل سنو انت طيب في البداية كده عايزك تقولي إيه الأجواء الرمضانية بتعمل إف رمضان برحب بيك كل سنو انت طيبة وكل جمهور النادي الأهلي بخير وكل الشعب المصري الأمه الإسلامية بخير ورمضان كريم هاليوم كلهم يعني رمضان بيبقى بالنسبة لنا سابت بالنسبة لنا بخصوصا لو كان فيه مباريات او كان فيه متشات وتدريبات فبيبقى اليوم مختلف شوية بالنسبة لنا غير لو ما فيش مباريات او ما فيش لعب بيبقى فيه هدوء اكتر شوية بنعرف تستمتع به اكتر الشهر ده للاسف هيبقى معظم الشهر فيه مباريات فنتمنى ان احنا ان شاء الله يعني ربنا يقدرنا ونعرف ما استمتع به فبيبقى التدريب بعد الفطار وبعد الفطار بقى اليوم بتاعنا بيبتدي كتدريب وكالبروغرام بتاعنا او مباريات وبصلاة الفجر بتحول تناب بعد الفجر وبعدين بتقوم على صلاة الدهر بتبتدي بقى بتقرأ قرآن صلي بتعود معظم الوقت بتبقى في البيت يعني او يعني مثلا ما فيش وقت انك تخرج مع العائلة يعني عندك اول يوم لازم نتجمع كلنا طبعا العائلة كلها في بيت العائلة وبنفتر مع بعض ده ده تقصنا اول يوم وبنبتدي بقى كل يومين ثلاثة بنبقى انا واخواتي الوالد والوالدة عمامي بنبتدي نتجمع برضو على طول يعني واوزم الشهر